بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء الصف الثامن درسنا اليوم عن حجم الكرة ومساحة سطحها طبعا كلنا بنعرف الكرة اللي بتلعبوا فيها انتوا كرة قدم اليوم ننتعرف هي من المجسمات فإحنا بننوخذ عن حجم الكرة حجمها ومساحة سطحها أول إشي في هذا الدرس كيف نوجد حجم كرة ومساحة سطح كرة طيب في عنا أول إشي من نتعرف على قوانين مهمة لهذا الدرس حجم الكرة يساوي 4 على 3 نوقف تكعيب باي ومساحة سطح الكرة يساوي 4 نوقف تربيع باي زي ما أنتم ملاحظين ثامن إحنا بس المجهول عنا بهذا الدرس بس نصف القطر يعني بس أنا أعرف نصف قطر كرة أو نصف قطر كرة فأنا على طول بأستطيع أني أوجد حجمها وبأستطيع أني أوجد مساحة سطحها بالتطبيق على القانون الآن حنشوف مثال كيف نوجد حجم كرة أول إشي لازم يعطيني نصف قطر قطرها فهو معطيني إياه 6 سانتي بده حجمها فبطبق أنا القانون مباشرة حجم الكرة يساوي 4 على 3 نوقف تكعيب باي ويساوي بعوض طبعا بنزل 4 على 3 ضرب مكان نوقف تكعيب 6 في 6 في 6 باي وبطلع معنا الجواب الآن في عنا تدريب واحد صفحة 118 تدريب واحد جد طول قطر كرة حجمها 500 على 3 باي سانتي متر مكعب بأخذ القانون اللي هو 4 على 3 نوقف تكعيب باي هون المجهول لعنا نصف القطر ومعطينا الحجم فبعوض مكان الحجم 500 على 3 باي يساوي 4 على 3 نوقف تكعيب مجهولة أول خطوة أنا بختصر الباي مع الباي بتروح مع بعض بظل لعنا 500 على 3 يساوي 4 على 3 ضرب نوقف تكعيب قوة 3 نوقف قوة 3 طيب الآن أنا بدي أخلص من الأربعة على 3 بدي أخلص من الأربعة على 3 فبضرب الطرفين بـ 3 على 4 طرف الأول والطرف الثاني لما ضربت مقلوب بـ 4 على 3 فبتطلع عنا نوقف تكعيب الآن 500 على 3 لما أضربها بـ 3 على 4 بتصير 125 مع الإختصار فالآن عندي هون نوقف تكعيب فبنأخذ الجذر التكعيبي للطرفين فالجذر التكعيبي للـ 125 خمسة والجذر التكعيبي للنوقف تكعيب نوقف فهم طالبين منا قطر الكرة فبضرب في 2 فبطلع عنا يساوي 10 عنا كمان مثال مثال 2 جد مساحة سطح كرة طول نصف قطرها 7 الآن نفس الإشي مساحة السطح لازم أكون أنا حافظ قانون مساحة سطح الكرة 4 باي نوقف تربية ويساوي بنزل 4 مكان باي بحط 22 على 7 ضرب مكان نوقف تربية 7 تربية 4 في 22 على 7 في 7 في 7 بطلع 616 سنتيمتر مربع طيب هون تدريب 2 جد مساحة سطح كرة هون بده مساحة سطح كرة نصف قطرها 20 سنتيمتر نفس الإشي بعوض القانون وبطلع معاي 1600 باي سنتيمتر مربع طيب مثال 3 جد طول نصف قطر كرة مساحة سطح وهون طريقة السؤال المثال إنه معطيني مساحة السطح مساحة السطح وبده نصف القطر فبعوض تعويض بختصر الباي مع الباي بظل عنا 784 على 4 بقسم الطرفين على 4 فبطلع 196 يساوي نوقف تربيع بأخذ الجذري التربيعي للطرفين فبطلع نصف القطر يساوي 14 سنتيمتر تدريب 3 خزان كروي مساحة سطحه 1256 سنتيمتر مربع بدهم نصف القطر وبدهم حجم الخزان مساحة الخزان معروفة عنا نصف القطر مجهول فبعوض بطلع عنا 1256 يساوي 4 في نوقف تربيع في 3 و 14 بالمية بنقسم الطرفين على 3 و 14 بالمية بقسم الطرف هذا على 3 و 14 بالمية لأ أول شي بدرو بالأربعة في 3 و 14 بالمية بتطلع 12 و 56 بالمية ضرب نوقف تربية بعدين بنقسم على 12 و 56 بالمية والطرف الثاني على 12 و 56 بالمية طبعا الفاصلة بتروح الفاصلة عنا هون بتروح فبطلع عندي بعوض مكان بزيل الفاصلة بعوض مكانها بصفرين لما أختصر بتطلع عنا 100 يساوي بتروح 12 و 56 بالمية و 12 و 56 بالمية بتروح مع بعض بضل عنا نصف القطر تربيع يساوي 100 نون قاف بس أخذ الجذر التربيعي للطرفين تطلع 10 سنتيمتر الآن بدهم للإش الثاني إنه نوجد حجم الخزان ويساوي 4 على 3 نون قاف تكعيب باي ويساوي 4 على 3 ضرب طبعا نصف القطر عنا 10 قوة 3 ضرب 3 و 14 بالمية 4 على 3 ضرب 1000 ضرب 3 و 14 بالمية بتتحرك الفاصلة منزلتين مع السفرين وبيضل عنا سفر لما أضرب 1000 في 3 و 14 بالمية الآن لما أضرب 4 في 3140 بطلع عنا 12 560 على 3 سنتيمتر طبعا اختصرتها مع الثلاث فبتطلع 4187 سنتيمتر مكعب تقريبا أعزائي الطلاب درسنا هيك انتهى اللي هو حجم الكرة ومساحة سطحه عند قانونين لازم تحفظهم قانون حجم الكرة 4 على 3 باي نون قاف تكعيب ومساحة سطح الكرة 4 نون قاف تربيع باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى